اشتركوا في القناة في استخدامك الشخصي داخل البيت عشان كده قلنا نعمل الفقرة دي عشان نفهم اكتر ايه الازى اللي ممكن نتعرض له واحنا مش واغدين بالنا هنرحب بضفتنا الكريمة الدكتورة ميسون نبيل مدير برامج مشروعات التحكم في التلوث الصناعي الممول من الاتحاد الاوروبي عشان تفصل لنا كل التساؤلات دي دكتور صباح الورد صباح الورد كلهنا بنستخدم البلاستيك في حياتنا الطبيعية بنحط في استندوتشات البلاستيك بالنسبة للمشروعات الغازية المختلفة البلاستيك في حياتنا طول الوقت طلع مضر فجأة ده عالميا انا عارف مش في مصر بس صح كده صح ليه بقى مضر اسبابه كتيرة اولا بس قبل ما نقول البلاستيك لمضر احنا مش هنقدر نستغنى عن البلاستيك بلاستيك موجود احنا لو دخلنا سوبر ماركت في اغنى دول العالم في اوروبا في امريكا لسه ستيل بيستخدموا لسه ستيل بيستخدموا اكياس البلاستيك او بيستخدموا منتجات البلاستيكية المنتجات البلاستيكية تنقسم الى مركبات منتجات احدية الاستخدام لها بنستخدمها مرة واحدة وبنرميها وفي منتجات متعددة الاستخدام ومنتجات متعددة الاستخدام دي بنستخدمها من اول الاطعمة لحد علم الادوية تمام بس عشان قبل ما نقول ايه ادران البلاستيك لازم نعرف البلاستيك بيتكون من ايه بلاستيك بيتكون أهم مادة فيه لا وقبل لكله أنا واضح أن حضرتك أن ده تحذير عالمي يعني مش إحنا اللي خادنا بالنا بس لا طبعا مضر لأن أعتقد حيات كمان جابلنا فيديو مهم جدا من نهاية الأمم التحذر للبيئة وشرحت فيه أعتقد دفعت فيه 18 شرحت فيه أختار البلاستيك أو كيفية تعامل الإنسان مع البلاستيك وممكن نوضح لين إيه ممكن نروح نشوف الفيديو ونرجع نكمل مع حضرتك مرة تانية أنا عايز أقول لك على حاجة أنا مش مرتاحة أنا قررت أسيبك العيد مش فيه المشكلة عندك كنت دايماً بعتمد عليك وإنت دايماً كنت في ظهري حتى وأنا في أسوأ حالاتي أنا ما خدتش بالي أن الحاجات الوحشة اللي أنت عملتها فيه أنت خنق تاني إحنا خلاص ما بقناش ننفع لبعض وفيه فيه حاجة كمان أنا قبلت حدا تاني الناس دلوقتي بقت بتقدرني بتعرف على صحاب جداد حاسة أني قادرة تنفذ من تاني دي الطريقة اللي استحقت عمل بيها أغبار لأني أعطي جديد وها هي للعلاقة الصحيحة رجعنا الدكتور ميزون مرة تانية هو الفيديو عوالاً حلو قوي يعني هو شارح علاقة البلاستيك بالاشخاص المختلفين بقى بالعمارة المختلفة بس واضح من الفيديو ان هو صعب الاستغناء على البلاستيك حياتك شفت في كل حاجة في مكان الحلاقة في مياه الشرب طول الوقت موجود في حياتك بالزبط احنا ما قلناش نمنع استخدام البلاستيك احنا قلنا نقل الاستهلاك البلاستيك ونغير نوعية ونغير نمط طبعاً النوعية هتتغير وانا هشرح دلوتي ايه انواع البلاستيك وايه اكتر فيه انواع سيء امينة وفيه انواع غير امنة احنا لو بصينا على اي منتج بلاستيك هتلاقي لو قلبة العلبة او قلبة الازازة هتلاقي فيه علمة مسلس المسلس ده بيبقى موجود عليه ارقام من واحد لسبعة من واحد لسبعة ده بيدي دلالة على نوع المادة المستخدمة احنا اصلاً المادة الاصلية لاستخدام البلاستيك هي بمادة الايسيلين وهي من اللدائن اللدائن دي هي احدى منتجات البترولية عندنا من اول البولي ايسيلين لحد البولي بروبالين الفرق ما بين المادة رقم واحد او العلامة التجارية لنوع البلاستيك من واحد لسبعة على حسب تفاعلها مع المادة اللي هتتحط فيها او المنتج اللي هتتحط فيه يعني احنا مثلاً بنستخدم اكتر مادة امنة اللي هي الرقم خمسة واربعة خمسة اللي هي البولي بروبالين اربعة اللي هي اللو دينستي بولي بروبالين ايه الفكرة في المواد دي ان المواد دي مش سهلة اكسادتها مش سهلة ما بتتفاعلش مع المنتج اللي بحطوط فيها عشان كده تلاقي مثلاً معظم الادوية احنا بنستخدم خمسة لان علبة الدواء بستخدمهم البولي بروبالين اللي هي خمسة لانها لا بتتفاعل مع الدواء غير مؤكسدة البلاستيك اللي فيها ما بتأكسدش بتستحمل درجات حرارة كتيرة بنقدر نستخدمها لفترات طويلة مين اللي بيحدد ده دكتور يعني حيقلتي هقل بزاست الماء مثلاً هلاقي عليها رقم هقل بزاست الدواء مين اللي بيحط ده فيه كود لأي منشأة أو أي صناعة ما تقدرش تستخدم الانواع معينة يعني مثلاً في علبة الشامبو وعلبة اللبن احنا بنستخدم رقم اثنين في منتجات بتاعتنا هذا دي المصريين وعلبة عالمية كلمت على المتجات عالمية بالنسبة مثلاً لأكياس البلاستيك اللي هي بنستخدمها في السوبر ماركت بنستخدم كل رقم اربعة لانه ده بيبقى أقل ضرراً على الاستخدام أو على التفاعل مع المواد الغذائية أو المواد اللي احنا بنحطها فيه هي فكرة البلاستيك كلها انه هو عبارة عن لدائن أو بوليمر البوليمر ده بيتفاعل مع المواد المحطوطة فيه عند تعرضها لدرجة حرارة عالية أو لظروف غير الظروف الملأمة بمادة البلاستيك طب هي الظروف الملأمة حد هيسأل حاجبتي يعني ايه الظروف الملأمة؟ يعني هقول لحضرتك مثلاً بسيط جداً في السوبر ماركت دايماً يا مهارتك تدخل السوبر ماركت يقولك لا تفضل انت تحط كياس الباطلس أو الزائز المية معرضة للشمس ليه بقولها معرضة للشمس؟ هي الفكرة ان مادة البلاستيك بتتفاعل في درجة حرارة معينة مع المية أو مع المنتج اللي فيها بيقدي إلى تغير التركيب الكيميائي للمادة اللي احنا بنخزنها في العلبة البلاستيك يحول المادة دي ايه مثلاً لمادة ثمة لمادة مضرة؟ بس مش هقول مادة سمة هي احنا عندنا ايه يعني المنتجات البلاستيك بيبقى ليها اكتر من ضرر انا مش هتكلم مع الامل فيه انواع ليس عليها ضرر وفيه انواع تانية بيبقى ليها ضرر لو نتكلم مثلاً على لعب الاطفال لعب الاطفال في بعض الاحيان بيتم استخدام الكود اثنين أو واحد الفكرة ان المواد دي بتقبى فيها بعض المواد الضرر اللي بتقلل من مناعة الطفل نتيجة حدوث تفاعلات ما بين مادة البلاستيك والاستخدامات اليومية للعب انت ممكن لعبة الطفل يحطها في المية يعرضها الحرارة يعني نتيجة استخدامات سيئة اياً كان انواع اللعب البلاستيك ما ما فيش لعب اطفال مش بلاستيك لا في لعب اطفال من البلاستيك الامن اللي هي من الاربعة ومن الخمسة تاني اللي هو البلاستيك المصنوع من الامن ايوة يا دكتور يعني هي اني العب بقى دي اللي هي بالملاستيك الامن هي دايما احنا انا ما بنزل اشتري الابني زمزمية وفي انواع كتيرة موجودة في مصر امنة وبرى مصري كمان ببص اول حاجة على الكود لو شفتوا لقيتوا رقم خمسة انا بقى بامتطمنة اني مش هيحصل تفاعل ما بين الازازة اللي انا جايبها واي مادة انا هحطها في الازازة دي او في العلبة دي طيب طيب لوقت كتير برضو هيقول لحياتي طب هي ايه الانواع من البلاستيك الامن في ايه من حياتنا اليومية يعني مثلا الازازة اللي بتستخدمها رقم واحد اللي هو البولي اسلين ده اللي هو بتستخدمه المرة واحدة بس ده اللي بنستخدمه مثلا ايهو بتستخدمه المرة واحدة او ازا السلماية بتشتريها وتستخدمها وترميها طب كان عاك وضحته لحاجة مهمة جدا عزت المى ملاهاش واحطها تاني مرة واحدة لا بالضبط لان الكutto استخدمها كتير بيغير من خواص المادة البلاستيكية الاو الالدائن الموجودة في المادة دي في الازازة دي فبالتالي بيحصل تفاعوا tuso inacزازة والمادة او السائل اللي انت حطتوا في الآزازة مش ال intoxic اللي فيها الاكل ومهاتنا كلها بتخليها عشان تحط فيها عاجات تانية انت هتلاقي مثلا اكياس بلاستيك سعر بيتراوح من 20 جنيه لحد 45 جنيه 60 جنيه الفرق الفرق في المادة انت مثلا اكياس البلاستيك دلوقتي احنا بنستخدم اللي هو رقم 4 هو رقم 4 اللي هو اقل سمية او اقل ضررا على المنتجات بحيث ان انا ممكن اقدر اخزن فيه او استعمله بطريقة امنة هي الفكرة زي ما قلت ما بين البولي بروبرلين والاي نوع تاني من الانواع الرديقة اللي هو قدر التحمله على ما بيتجمدش ما بيتفعلش مع المادة اللي موجودة فيه عند درجات حرارة عالية نسبيا ما بيحصلوش طيب لو البلاستيك من النوع العادي كلنا برضو بنخزن كل منتجاتنا في الفريزر في اكياس بلاستيك سواء العيش سواء اللحمة كل ده في اكياس بلاستيك السخول وهي في الفريزر فهي امينة لا يفضل طبعا لان في الاخر انت بتتكلم على وقت قدية يعني معلش انا ممكن النهار ده خزن ليوم ممكن حراتك تخزن لشهر وممكن لسنة اكيد ده الوقت ده كله يعني لو تأثير احنا بنقول نرشد الاستهلاك نغير هنا يعني الفيديو كان بيعرض لك تغيير نمط حياة صحيح هي الفكرة حتى لو البلاستيك اللي هو رقم خمسة اامل لنا واحنا ضمنين اللي احنا بنشتري من السوبر ماركة أو بنشتري من الباقع اللي هو بفعلا بنستخدم احسن نوع من الاكياس البلاستيك برضو ما هو في الاخر مخلف هتعالجه ازاي البلاستيك بيعود لمئات السنين ما بيتحللش عشان ما بتحللش عشان تتخلل وده اللي يودينا ممكن بقى في البحار والانهار لسقدام الاكياس البلاستيك ممكن تضر في البحار والانهار لان لو رميته ما بيتحللش فده بيدور طبعا من شعور مرجانية بقى ومن اسماك وكل ما في البحر هي منظومة كاملة يعني انت لو انت استخدمته في امنك على صحتك اوكي بس بعد كده هيواصل للاخره انه مخلف مش عارفت تتخلص منه طرية امنه ولو تخلصني منه طرية امنه التكلفة عالية جدا ياهن ان احنا لو نتكلم مثه اسلا بحديث اننا نوعين من المخلفات البلاستيكية المخلفات اليه قابلة للتدوير ليه تتم تدويرها بتستخدم في صنعات مختلفة ومخلفات غير قابلة للتدوير مؤخرا احنا بتادينا نستخدم البلاستيك اي غير قابلة للتدوير كوقود بديل لبعض الصناعات الكسيفة الاستهلاك للطاقة زي الأسمن وهو بيدخل من مكونات الـ RDF أو مشتقات الوقود البديل لبعض الصناعات هل هي دي المنتقشة في حاجات حمرة أو حاجات خاضرة مثلا حاجات الأخضر والحاجات الأقل خطورة بالضبط طب حد شرحنا كده عبارة عن إيه احنا بالنسبة لرقم واحد زي ما قلت حررتك اللي هو المكون اللي أنا بيستخدمه مرة واحدة بس زي زلمية رقم اتنين اللي أنا بيستخدمه اللي هو الـ High Density Polypropylene اللي أنا بيستخدمه في علب الشامبو علب اللبن علب الزبادي اللي موجودة في السوبر ماركت رقم تلاتة واربعة كل دول استخدام مرة واحدة برضو لا رقم اتنين استخدام مرة واحدة اللي أنا ممكن استخدمه أكتر من مرة رقم أربعة ورقم خمسة اللي هم إيه بيقف منتجات اللي هم رقم خمسة بقع علب الأدوية لأن دي مش أكتر الفكرة أن أنا بيحتفظ بالمدلة اللي أنا حطها أو الطعام أو الأدوية بفترة طويلة فأقدر استخدمه أكتر من مرة يعني علب البلاستيك اللي إحنا بنستخدمها في البيت وعلى أزايز المياه اللي هي بنملاها أكتر من مرة بتبقى من رقم خمسة لأن ده أكتر نوع بلاستيك ليس له ضرر لأنه صفاته أو الخصائص بتاعته بتستحمل درجة الحرارة العالية ما بيتأكسدش ما بيتفاعلش مع المواد المحفوزة فيه فبالتالي بيكون أقل خطوعة ثم أجيب أزايز بقى واخلص يا دكتر يعني بعض الدور شبان أفريكا يعني رحة تونس ورحة المغرب بيستخدموا أزايز ما بيش حاجة اسمها بلاستيك خالص بالنسبة للمياه تحديدا بالزبط مش ده ريح هو ده اللي إحنا بنقوله إحنا عايزين نغير ممط الحياة أسلوب تعاملنا مع الكيس البلاستيك أو المنتجات البلاستيكية إحنا من 30 سنة ما كناش في بلاستيك كنا بندور على الإزايز يعني كان دايما تلاجات عندنا في البيت فيها إزايز الماء فيها إزايز الماء صحيح حط فيها عصير وحط فيها أي حاجة بس هي أزايز بتنين نستسهل على أنها بتستخدمها المرة وبترميها بس ده برضو انتهى بأنه في مشاكل كتيرة جدا على صحة الإنسان وعلى البيئة على صحة الإنسان استخدمك كتير لأدوات البلاستيك دي اللي انت ممكن ما تضمنشي المواد المصنعة منها بتأدي إلى ضعفة في المناعة المادة الديوكسين هي من أهم المواد البلاستيكية أو يعني دخلة في صناعة البلاستيك ودي بتعمل مشاكل سيرة جدا في اضطرابات الهورمونات في الجسم الإنسان بتعمل مشاكل في اضطرابات في الغضاد الصماء فهي الفكرة أن انت معاك حاجة آه هي مهم استخدامها وبتستخدمها في حاجات كتيرة بس حاول نقل من استهلاك هي واضحة دكتور أن الأضرار بتبقى طويلة القامة شوية يعني ما ناخدش بالنا منها يعني تغير الهورمونات أو كل الأمراض حاجة ممكن تقوليها ما نحسش إن هي جالة منين على المدى الطويل إن نقول إن هي عيب طبي داخلي لأنها أردك بتاخد وقت ما ما بتأثر صح كده؟ بالزبط كده على المدى الطويل حاجة تانية برضو البلاستيك انت محتاج يعني وقت يعني أسلوب معين للتعامل معه ارتفاع درجة الحرارة التخلص الغير الآمن إحنا المخلفات عندنا بتتجمع كلها بطريقة مجمعة فبالتالي بيكون الجو مهيئ لتفاعلات ونمو الجرسين اللي ممكن بعد كده تنزل في المياه وطيباليها تأثير سلبي غير مباشر من نتيجة استخدام أكياس البلاستيك أنا لمح أطبق أطفال أعتقد بلاستيك لأنا شايفها صح دي كمان ممنوع مش ما أنا زي ما قلت حالتك لو مصنعة من البولي بروبيلين أو المدى وضح ثاني للأمهات ده بيبني إزاي على الطبق يقلب الطبق رقم 5 أو رقم 4 طب إيفرما لقيتش الرقم يودينا وعية رديقة خالص يعني دايما أو نوع نظيفة بيحط لك حضرتك المسلس ورقم 5 أو رقم 4 لموديل ده حضرتك تقدر تتخدمه آمن ما لقيتش الكامير من الطبق ده على طبق يعني ما فيش منتج يعني ما فيش منتج اللي ما بيكون فيه العلامة أو يعني المواصفات بتاعت المنتج ده بصد دكتور انحاج جاي بالنا صور طبعا رائع ده البلاستيك في كل حاجة يعني موجود في كل حاجة في حياتنا إحنا يما قلنا إن إحنا نقال استخدام البلاستيك هنمناش نمنع استخدام إحنا قلنا لو هنمنع هنمنع مواصفات معينة من أكياس البلاستيك اللي هي الخفيفة الوزن اللي دي بقى بيقباليها أثر سيء جدا على البيئة البحرية ودايما يعني إخواتنا اللي في المدن السحلية بيعانوا من الكلام ده لأن الكيس الخفيف سهل تطايره طبعا فبيروح الشاطئ للأسف بتستخدمه يعني الكائنات البحرية بتاكلوا على إنه غذاء وإحنا شفنا في الفطرة الأخيرة مش في مصر بس على مستوى دول المديترينيون كلها مشاكل أنديل البحر أنديل البحر التاشر في تلاقيه هو جيز بلاستيك هو شاكل وجيز بلاستيك يعني كل دول البحر بالضبط إحنا بقلنا كام سنة في ظاهرة ظهور أنديل البحر بطريقة زيادة في الفصل الصيف في الشهر 7 أو 8 ويمكن كلنا بيروح الساحل الشمالي أو بيروح صحيح بنلاقي إن فعلا في 15 أو 20 يوم في السنة نسبة الأنديل بتقبع علي عن بقية السنة ده سببه البحر فيه أكاس بلاستيك كتير لا ده سببه إن نتيجة تلاوث البحر بمنتجات البلاستيك الخفيفة فالتورتز أو اللي هي التورتز ده إيه يعني التورتز بتاكل الكاس السلاحف دي تاكل الكاس لأنه غزالية هي ما بتفهموش والسلاحف دي هي مصدر الأساسي إنها بتتغذى على ناديل البحر بالتالي كل ما قالت عدد السلاحف البحرية في البيع البحرية كل ما زادت عدد ناديل البحر فهي دي الدراسات دكتور أعتقد دراسات سنين عالميا شغلين عليها عشان يوصلوا لده صح؟ حقيقة الأمم المتحدة شغال على ده بقالها للبيئة شغال ده بقالها فترة جهات كثيرة أوزا الاتحاد الأوروبي شغالين على ده هي الفكرة بيدرسوا تغيروا التنوع البعيلوجي للبيئة البحرية وده أعلن في أكتر من مرة في محافل دولية إن إحنا لازم نحافظ على البيئة البحرية بحيث إن إحنا نقلل الاستخدام الاستخدام أكتر من إن إحنا نعمل معالجة نهائية طيب إحنا نوعي إذ زي بقى يعني أعتقد كمان اللي ممكن بقى حرق لكياس البلاستيك مثلا في الشارع فده يعني بعثات ملوسة جدا فده أثر على الصدر يعني أعتقد هي لها حاجات كتير مش بحق لا إحنا طبعا إحنا تكلمنا على أدراء الاستخدام إن إحنا الاستخدام على الإنسان نتيجة الاستخدام بيأثر عليه زي نتكلم بقى على كمخلف أولا البلاستيك هو أكتر مادتين الدياكسين وهي مواد تعتبر مواد عضوية سامة المواد دي نتيجة الحرق ليها بيطلع غاز الدياكسين والفيران دي غازات ضرة جدا بالصحة ونتيجة الحرق المكشوف للمخلفات أو الحرق الغير صحيح يعني إحنا إحنا إما بنيجي نستخدم مخلفات البلاستيك في أي صناعة للوقود البديل إحنا بندور على الصناعة اللي هي بيأتبع عندها إجراءات احترازية لتقليل الإنبعاثات دي زي صناعة الأسمنت أنا بيستخدم أقدر أحرق في أفرار الأسمنت مخلفات نسبة البلاستيك فيها تصل لـ 35% ليه لأنهم عندهم فلاتر بيقدر يمتص الإنبعاثات الخارجة لكن لو أنا حرقت بقى في مكان مفتوح الإنبعاثات اللي بتطلع من نتيجة حرق البلاستيك إنبعاثات ضرة جدا بتعمل أثر سلبي على صحة الإنسان وعلى البيئة بوجه نعي يعني أنا الإنبعاثات دي بتأثر على صحة الإنسان بتأثر على نوعية الميا يعني مخلف البلاستيك يترك لفطرة طويلة جدا بيبقى مادك وقيسة لنمو الجراسيم فيه والبكتيريا الجراسيم والبكتيريا دي بتختلط بالمية فبالتالي أنت بتبوز الهوى والمية والتربة وانا وانت يعني ده الأساس أعتقد في التحذرة إحنا يما قلنا نقلل استخدام أكياس البلاستيك أو نستخدام منتجات البلاستيك قلنا لازم يبقى فيه بدائل ما ينفعش أقول للمواطن لا أنت فجأة ما ينفعش تستخدم كيس بلاستيك وسكت كان زمان من المستخدم مثلا في الشونط اللي بناخد فيها الحاجات الشونط قماش لو أنا تذكر يعني بالزرط إحنا زمان كنا مستخدم من قماش شونط الورق الورقية كنا هتلاقي عند محلات الخضر والفكهة ما فيش غير الورق إحنا اتعامل الدراسة في 2018 من خلال مركز تكنولوجيا البلاستيك تابع لوزارة الصناعة وتنسبة استخدامات أكياس البلاستيك في قطاع التجاري والبقالة والسوبر ماركت تعد 64% من إجدام استخدامات البلاستيك في مصر إحنا بنستخدم 11 مليار كيس بلاستيك سنويا طب 36% يستخدمون إيه ما دولنا عايز أزويدهم لو هما بيستخدموا بيستخدموا أكياس البلاستيك إحنا بنقول القطاعات إيه إحنا عندنا قطاعات أهم قطاع بيستخدم أكياس البلاستيك السوبر ماركت والبقالة والمحلات التجارية عندنا بعد كده قطاع التوين قطاع الصيدليات بيستخدم وقطاعات أخرى بتستخدم الجزء الباقي فأنا لو ركزت بس على اللي هي المشتروات من خلال البقالة والسوبر ماركت والقطاع التجاري هقل الاستهلاك بنسبة 64% طب البديل ده دور مين يا دكتور دور المواطن ولا دور صاحب المنشأة ولا دور الدولة يعني دور مين أوكي موضوع البلاستيك ده شركاء فيه كتير إحنا عندنا من أول الصناع وزارة الصناعة اتحاد صناعات المصرية عندنا الوزارات المعنية وزارة البيئة وزارة المالية وزارة الصناعة وزارة الاستثمار عندنا المجتمع المدني ويه المواطن المصري دولة الاول مطلوب منها ايه تعمل ايه يعني الوزارة المعنية الحاليك زكرتها دي تعمل ايه الدولة اخدت اجراءات بقالها سنتين في الموضوع ده من خلال وزارة البيئة في كذا اتجاه في جاه الاولاني انها تزاعد الصناعة في التحول الامن لانواع بديلة لأكياس البلاستيك وحادية الاستخدام وزي محررتك قلت في مبادرات كتيرة تعملت وفي تم توزيع عدد كبيرة من الأكياس البديلة احنا عندنا الأكياس القماشية زي محررتك قلت الورق عندنا كمان نوع من أنواع الأكياس البلاستيكية اللي هي نصعر طبعا نصور مع حضرتك للأكياس اللي هم نتكلم عليه بالضبط متعداد الاستخدام عندنا اللي هي هو اللي هي الكيس حررتك دلوقتي لو نزلت المول مثلا هتلاقي بتاخد الحاجة بتاعتك مش في كيس بلاستيك كيس شوية لو ملمس أتقل شوية النعم ده بالضبط ده أأمن شوية أأمن لسببين أول سببين هو مش خفيفة مش هيقدر يتطاير هيقدر ملوس تقدر تستخدمه أكتر من المرة لو استعداد مرة تستخدمه مقارنة بالكيس العادي هيبقى أكتر بكتير تالي حاجة انت بتشوف المصادر اللي انت خدتها كموات دخام وكطاقة لانتاج الكيس ما انت برضو كل العمليات الصناعية مكلف يا دكتور يعني أي حد دلوقتي مثلا من عندهم منشآت سوبر ماركت أو صيدليات أو الكلام ده كله الكيس عشان يعمله زي كيس الملابس لو أنا فهم صح يعني مكلف بالنسبة لي مكلف بالنسبة لي يعني أوروبا أنا بشتري الكيس يعني ما باخد حاجة من الماركت لازم بشتري الكيس فما سألت قال لأشان ده من ميتاريال مختلف وده آمن ما كنت تشاهل فهم بقى ليه بشتري إحنا لو حسبنا التكلفة داخل فيها تكلفة الأثار الصحية والسلبية لاستخدمة أكياس البلاستيك مش هيبة غالية تاني حاجة إحنا الوقت نشجع الصناعة المصرية فيه دلوقتي عدد مصانع كبير بيبتدي ينتج الأكياس دي وابتدأ بيبه فيه تنفسية في السوق دايما يبه تحب تطرح حاجة جديدة زي الموبايل فونس زي الموبايلات أول ما بينزل الموبايل عرض على سوق الموبايلات في مصر التكلفة هي نفس الفكرة إنت دلوقتي هو فيه عرض وما فيش طلب إنت لو خلقت الطلب العرض هيبه موجود بأسعار مختلفة فبالتالي المواطن هيقدر يخدر إحنا كم لنا تجربة فريدة جدا مع الهايبر ماركتس والسوبر ماركتس الكبيرة عرضنا ده وعملنا معهم زي مشروع تجريبي كده من سنتين إحنا نقول لك تعالى نحن نشوف والكيس اللي هو بنسميه بايدجريدب البلاستيك اللي هو القابل للتحال اللي هو بدخل فيه بعض المواد المواد دي بتعمل تفتيت للبوليمر للأدائن الموجودة فيه وحسبنا التكلفة لأنه التكلفة 10% زيادة 10% عن استخدامه للكيس العادي إحنا قريدي دلوقتي في السوبر ماركت كان زمان البيع بيحسبن على سعر الكيس دلوقتي البيع بيحسبناش على سعر الكيس هو بيدخل التكلفة ضمن المنتجات اللي حرتك بتجيبها تمام يما تدفع 10% كهايبر ماركت أو كسوبر ماركت جديد في ناحية تانية كاسمها المسئولية المجتمعية طبعا لأكستاندد راديوسر رسبونسبوليتي يما تدفع 10% زيادة اللي هي في الآخر هتصب برضو للمستفيد النهائي أو للمستهلك النهائي بحيث نقلل من سعر التكلفة الخاصة بالحد من الأثار السلبية لإستخدام أكياس البلاستيك هتوافق أو هترفق هوافق طبعا هو ده رحب نقول هي الفكرة أنت المعادلة فيها العرض والطلب زود العرض الطلب هيزيد طب حاج شايفة أن هي مرحلية يعني أزود الأول إنتاج الأكياس الصالحة أو الآمنة وبعدين أعمل مثلا ما هو من قوانين منع الأكياس التانية بالضبط تاني إحنا بنقول مش هنمنع مش هقدر هنمنع استخدام أكياس البلاستيك همنع الأنواع اللي ممكن تحليلها في مشكلة لكن هوقف مثلا يعني من ضمن الحاجات المقترحات إن إحنا الموصفة الخاصة بكيس النايلون أو كيس البلاستيك اللي أقل من 50 مكرون إن إحنا نبطل إنتاجه اللي هو البلاستيك الخفيف اللي بيطير اللي ممكن يعملي مشاكل كتيرة جدا كمخلف للبيئة البحرية أو للبيئة ما حط بديل في السوبر ماركت للمواطنة أقول له قدامك الكيس ده والكيس ده أنا ما منعتش أنا ما نغدش الكيس التاني بس الكيس التاني ده عشان تشتري عشان لازم أديفلك عليه 50 قرش أو ريفر يعني التكلفة التكلفة الخاصة بالمعالجة اللي هاي للكيس أنا هجري على الأنهي واحد الأرخص اللي هي البقلية والصحيتي الشعب المصري شعب زكي ودايما بيهتم بالصحة أو بيهتم إن هو يعني يقدر يكمل حياته بطريقة صحيحة طب أخيانا دخل بس يعني عايز أخذ منتجات سريعا اللحمة بنحطها في كاس وحطها في تلاجة ما نعملش كده لا طبعا كنت بخلنا من جازار تمام في ورقة حكفة بالزبط وصال بهتم باللحمة أو الصراحة فموضوع بيشغلني بالزبط أحطها في ورقة برضو بالزبط فيه حيات كتيرة فيه منتجات الورقية دي بات يتبقى تبقى موجودة في الأسواق ودي تحفظ تحفظ وفيه منتجات الورقية بتتعامل من مخلف المخلفات الزراعية الأشرز صحيح إحنا بتتدي يعني السوق المصري بالزبط طبعا ما عليش بس بس إنولادي اللانش بوكس والفلاسك والحقية دي ما بلاسك بس لازم تتأكد إن هي من رقم 5 اللي هو من اللي هو أقل أثر سلبي على الصحة لأنه ما بيتفعلش مع المادة اللي فيها إحنا ما قلناش نمنع استخدام البلاستيك إحنا قلنا نقلل من الاستهلاك ما فيش داعي وإحنا في السوبر ماركت يبما ديجي نشتري حاجات يعني ناخد العشرين كيس ونخرج بيهم لازم نفكر قبل ما ناخد العشرين كيس دول هيوصلوا في أين في الآخر الآخر هيجولي هيجولي من خلال سمك هكله في رواص بلا كيس البلاستيك هيجولي من خلال مية بشربها كل ده في الآخر بيجي هي دايرة الدايرة دي فيها الإنسان فيها الكائن الحي وفيها الحيوان لو حافظنا من أول الدايرة الدايرة كلها هتبقى آمنة أنا سفت منك جدا يا دكتور ووضح أن نشتري محتاجين فقرة بس محتاجين حلقة كبيرة لأن فيه مونتجات كتير هعاوز نسأل عليها ويشوف آمنة ولا ألا سأخذنا طبعا بدايات النزاي ممكن نغير ثقافتنا أو نغير نموزج الحياة بتاعنا اللايف سهل بتاعنا نقدر نغيره من البلاستيك للبلاستيك اللي آمن أو نستغنى عنه خالص كل شكرا طبعا الدكتور ميسون نبيل مدير برامج مشروعات التحكم في التلوى الصناعي الممول المتحدة الأوروبي نوارت صباح الورد علي لسا مكملين مع حضراتكم باقي فقراتنا افعب قوان